كل عام وانتم بخير يا شباب بمناسبة الشهر الكريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات خلينا نقش بقى في الفصل إنقاذ البيجمان كنت قلت في المراجعة اللي فاتت ان الموضوع السهل يعني كاده هيتحول ولكن طلع الموضوع مش محتاج الغريب اللي حصل للنرو السيف ان هم كانوا في سلامة تامة رجع عادي يعني كأنهم متأذوش زوروا حتى ولو كان مرهق فهو لازال برضو يعني استخدم الهاكي حتى برضو استخدم تقنية قطع النيران اللي اتعلمها من كيامون لكن بمجرد ما زوروا بعد عن بروميسيوس رجع اتعاف عادي ورجع انطلق عشان ينقذ البيجمان على الرغم من كده حالة بروميسيوس ممكن امشيها واعصر على نفس الامونة عشان الحالة اللي احنا شفنا عليها زوروا بعد كده نوع ده هو بتوجه ضربه وبعد كده رجع خلاص لكن بالنسبة الكيلر اللي هو كان ماسك السيف نابوليو ايه يا معلم وبردو كده وهو مادرش انه يسحبه ليه يعني ساعتها كيلر برضو كان هيقدر انه يتوجه لبروميسيوس وياخد المهمة ديت عن زوره ساعتها البيجمان كانت هتغرق يعني على الاقل كنا هنكمل في السيناريو ده ولكن دلوقتي السيناريو اللي حصل بتاع الخطة مش احسن حاجة والسيناريو برضو بتاع انقاذها مش احسن حاجة في حاجات تأخذ على السيناريو هنا وبعد التفريمة بين البيجمان وكايدو هل كده حاسس انه هيغلب البيجمان لوحده او يعني هو وكيلر لان يعني هو دلوقتي ممكن بما انه يعمالي يجر المعادن وراه فهو كده هيسقط عليها كتلة معادن كبيرة ويقع في المية ده السيناريو هيكون ضعيف لو حصل انه اطل بعد كده الغيوم ومطلب بروميسيوس بحالة زيوس والنواة دلوقتي محبوس فالنواة الغيمة بتاعت البيجمان فهل هي ممكن تتوجه ليه السحاب وتصنع غيمة جديدة تحط جزء تاني من روحها داخلها لان ما توقعش انها تقدر تسحب روحه وهو بعيد عنها ده لاننا زي ما شوفنا قبل كده في بداية ترك الكعكة الكاملة هي عشان تسحب الروح فهي لازم تقرب من الجسد على الرغم طبعا ان بسبب ان الادوات الثلاثة دول السحابة والشمس والسيف هما من اجزاء من روحها فده من الممكن انه يكون حاجة مختلفة هي تقدر انها تسحب روحهم اللي يحطها فيهم وتحطها في اي جزء تاني او تردها لنفسها ولكن برضو الوارد من ان يكون مطلب بروميثيوس الجديد هو انه عايز يزود جزء روحه اللي موجودة عنده ده هيعلي من قوته اكتر او انه هو هيخلي روحه تندمج مع نابليون وده هيخلي روحهم تكون اقوى الاتنين مع بعض ولكن مع ذلك بسبب تعليق كده على نقطة السحاب فبالتأكيد اما ان البيجمام هتكون سحابة جديدة من روحها او ان هي ممكن تدي القدرة دية لبروميثيوس ويكون ساعتها سحابة او هيكون نار وعنده قدرة البر فساعتها هيكون نار مبرأة نقطة كنت هنساها هو ازاي على حاجه داني لوفي ام دلوقتي بعد ما كان عمالية هيريز زي العجينة مع انه في اول ضربة لما خدها من الرايمي هاكي فضل مغشي عليه لمدة وحبه حلوين دلوقتي هو اتهرس ولكنه يعني له يطلح التطور يعني دلوقتي وصل للمستوى انه هيفو بالشكل السريع ده وهيفو بالقوة ديت اللي احنا شفناها على مدار الفصل دلوقتي هنتنقل النقطة الاهمة التأثير على كايده الهاكي الملكي زي ما عرفنا هو العمل الاساسي فيه النقطة ديت بس عشان نظر نفهم مدى التأثير وايه هي العلاقة بتاع التأثير الهاكي الملكي لازم نرجع ونبص على ايه هي الحاجات اللي الهاكي الملكي بيقدر انه يعملها وحسب معرفنا وحسب ما شفنا هم حاجتين الحاجة الاولى هي التأثير على وعي الاشخاص والنقطة التانية هي التأثير على الحاجات المادية وشفنا النقطة ديت في ظهور شانكس مع اللحية على السفينة بتاعته وساعتها شفنا شانكس يدري انه يأثر على السفينة خلاها تتصدع بسبب الهاكي الملكي والنقطة التي كانت أكثر بروزاً وأكثر وضوحاً للهاكي الملكي وتأثيره على الضربات وعلى المعارك كانت في لحظة التصادم اللي ما بين روجر وما بين اللحية حتى لما ننزل بالمستوى شويتين لشخصيات زي لوفي ودوفلامينجو فما يدروا يأثروا بالهاكي الملكي على الأموال النقط ديت متسلسلة ويتوضح لنا أن تأثير الهاكي الملكي مش بس على وعي الأشخاص بل أنه ليه تأثير مادي لحضور داخل المعارك حتى الضربات بتاعت كايدو والضربات بتاعت أودن لما برزت لنا بالأخص ضربة أودن لكايدو كان ظاهر عليها التأثير بتاع الهاكي الملكي ساعد ومن هنا بنجي السؤال المهم إزاي شخصيات زي زورو وزي أودن لو قلنا أن أودن ما كانش مدرك أنه بيستخدم الهاكي الملكي داخل ضرباته خلينا نفترض الافتراض ده إزاي الشخصيات ديت ما كانتش مدركة لحاجة زي كده اللي جاب على النقطة ده بسيطة نفس الحالة بتاعت له في ساعة لما استخدم الهاكي الملكي في حرب المارينفور سؤال تاني مهم هل ميهوك مش مدرك للنقطة دي ومدى تأثير الهاكي الملكي داخل الضربات عشان كده هو معلمهاش لزورو ده لأنه هو ما يملوكش أو ما وصلش للمستوى ده أو أن ميهوك ما عندوش الهاكي الملكي اللي جابه برضو على السؤال ده هي بسيطة لأن هدف ميهوك من تدريب زورو مش أنه يوصله لحد المستوى العالي ده من إتقان الهاكي بل أنه هدفه أنه يعلمه أساسيات التسلم عشان يكون عنده المقدرة أن السيفه ما يكسرش زورو من الأساس ما كانش متقن لهاكي التسلم عشان يتعلم ويوصل لحد الهاكي الملكي ويتقنه ويخليه داخل ضرباته وبعد كده يقدر أنه يأثر على فتاح حيلة العالم هو المفروض أنه هيتعلم الكلام ده كله ولكن داخل المعارك المميتة زي ما قال هيجرو زهرة الهاكي اللي بتتفتح ولكن قبل ما نتنقل المعركة بين كايدو وليوفي خلينا نمسك أن التأثير بتاع الضربات الحاملة للهاكي الملكي هي اللي هتسيب نطبة نطبة هتعيش على كايدو هل معنى كلام كايدو هنا أن النوطة ديت فيها إلغاء لقوة وفائدة هاكي التسلم معنى كده أن هاكي الملكي بياخد الدور بتاعه وبرضو سؤال تاني إيه علاقة التشافي السريع اللي موجود عند كايدو اللي هو ليه علاقة فاكهة الزون بأن الهاكي الملكي هو اللي هيسيب أثر بعينما الضربات العادية حتى ولو كانت جرعت كايدو فالتأثير بتاع التشافي هيفضل موجود وهل ده برضو هو الحاصل مع البيجما من نجاساتها مغلف دائما بالهاكي الملكي هنا ممكن أول نظرية هو أن الهاكي الملكي بينقل المستوين بتاع التسلم والتنبؤ لمستوى أعلى يعني اللي هيدمج ضرباته اللي هي فيها هاكي التسلم بالهاكي الملكي المستوى بتاع الضربات ديت هيوصل لمستوى ومرحلة أعلى ومختلفة عن المستويات اللي قبل كده هيأثر بشكل أعمق بالذات على أصحاب فواكه الزون اللي عندهم تشافي وتعافي بشكل سريع ده لأننا أساسا عارفين أن العدو والفواكه الشيطان اللي هو هاكي التسلم وإحنا هنا بنتكلم عن هاكي التسلم مشبع بالهاكي الملكي زي ما كايدو موضح فمعنى كده أن عمقه وأثر الضربات ديت هيكون أقوى وهيأثر بشكل أعمق على مقدرة تشافي صاحب فاكهة الزون بالأخص يعني وده هو اللي بيخلي الضربات اللي بتحصل على كايدو والمشبع بالهاكي الملكي هي اللي هتسيب نطب عليه وده معناه أن الهاكي الملكي مش هياخد دور هاكي التسلم بل هو هيعزز من قوته ده التعزيز اللي هيحصل على هاكي التسلم بالنسبة للتنبؤ إيه الحاجة اللي هتحصل وعي اللي موجودين ومن هنا بنرجع لللي حصل في حرب المارينفورد مع كوبي لما قدر أنه يلفت أنظار كل اللي موجودين في الحرب وقدر أنه يوقفها لشوية لحظات ماذا لو أن التعزيز الهاكي الملكي على هاكي التنبؤ هيخلي صاحبه يقدر أنه يخلي الأشخاص اللي موجودين قدامه يفقدوا وعيهم يعني يقدر يأثر على وعيهم ولكن بشكل أعمق من أنه يلفت مجرد نظار ممكن الكلام يكون في هابد ممكن الكلام ده يطلع غلط ولكن ايش؟ ولكن النقطة الأهم هي بالنسبة للبيجمام ما توقعش تماما أنه هو ده الحاصل معها بل أن هي هتكون حالة خاصة حالة مختلفة ده لأن الموضوع ده موجود مع البيجمام من وهي صغيرة حالة التصلب بتاع جسادها ده الحالة الفريدة اللي عندها فمش من المنطقي تماما أنها مغلفة جسادها من وهي صغيرة بالهاكي الملكي أو بهكي التصلب حتى بالنسبة لإكتشاف لوفي للنقطة ديت في الوقت الحالي ورجوع الكلام هيوجرو بيودينا لأن طالما هو مرجعش الكلمات الريلي معنى كده أن ريلي معلمهش التقنية دي ده ممكن يكون لأسبابه زي ما قلت في نقطة زورو أن الهدف من تدريب ريلي هو تعليم لوفي للأساسية زائد زي ما قال هيوجرو هو ما ينفعش أنه يتعلم حاجة زي كده غير داخل المعارك المميت ده لأن ظهرة الحخة بتتفتح بس النقطة الأهم بعد الكلام اللي قاله كايدو ده هو الشخص ده لسه عايش لحد دلوقتي حتى بعد القبض عليه سواء من القراصنة أو من البحرية معنى كده أن اللي عبضوا على كايدو مفيش حد فيهم كان يملك المقدرة أو القدرة دية إن هو يقدر يأثر على كايدو معنى كده سواء شانكس أو اللحية البيضاء لأنه غالبا واحد من الاتنين دول من القراصنة اللي قابلوا على كايدو أو ممكن يكون القبض اللي حصله ده حصله في الماضي من الممكن والأصعب كمان لما نتكلم على البحرية لأننا بنتكلم على شخصيات كانوا قادرين إنهم يوقفوا روجر أو يتقاتلوا الندم بندمع روجر واللحية البيضاء شخصيات ديت ما كانتش قادرة إن هي تقضي على كايدو لو كانوا عايزين يأدموه بالهاكي الملكي ما عندهمش القدرات دي بالأخص لما نتكلم على جارب ما أصلي يعني بالمنطق كده حفيد جارب وصل للتقنية دي فمعنى كده إن الجد مش واصل للتقنية لأخص كمان إحنا تكلمنا على إن جارب في مرة من المرات اتضرب بيديه العاريتين عشان يقدر يواجه اللي هو دونشينجاو اللي كان في دريس روزي دول تساؤلين ياريت إن شاء الله الميسيو قودة يعني جاوبنا عليهم لأن التقديمة بتاعت كايدو لسه لحد دلوقتي حتى مع التوضيح اللي حصل في الفصل ده لسه لازال فيها مشكلة كبيرة بالنسبة للمعركة هنتكلم هنا في الداخل المعركة على الثلاث نوات النقطة الأولى هي إمكانية صد لوفي لضربة كايدو في اللحظة دي وهو طاير في الهو دي نقطة مش مقبولة لا منطق ولا عقل لأننا هنا بنتكلم على جسد لوفي اللي هو خفير بما إنه دلوقتي في حالة حرة في الهواء الطلق فمعنى كده إن التأثير بضع ضربة كايدو لما يلامس جسد لوفي ساعتها ضربة ذات نفسها هي اللي هتطيره قوة وثقل الضربة اللي موجودة عند كايدو هيطيره بما إن التصادمين حصلوا بالهاكل ملكي فمعنى كده إن التصادم الأثقل اللي هو هيكون في حالتنا مع كايدو هيخلي جسد لوفي يطير دا اللي المفروض كان يحصى والتصادم يعني كانوا الاتنين قريبين من بعض كده يعني رجل لوفي وهراوت كايدو ولكن الاتنين ما تلامسوش ولكن بما إننا بنتكلم إن الفراغ اللي في النص ده هو كان نتيجة الهاكل ملكي فمعنى كده إن لو كايدو تحرك يعني لوفي هيتحرك معاه ولكن هتفضل المسافة ما بينهم فارغة أتمنى إن أنت تكون فاهم يعني النص دي فباردو كان المفروض جسد لوفي يطير بسبب إن هو كان في الهواح النقطة التانية إمكانية لوفي من التحرك بشكل سريع والضرب والتأثير على كايدو مرتين بالرغم من إن هو كان في حالة جسده الصغير ما كانش في الجير فورس ما كانش في الجير ثيرت دا كمان على الرغم إن كايدو في الفصل اللي فاب بأنلينا إن هو ابتدى يتفادع شمعنا دلوقتي في الفصل دا ما بيتفاداش هنا في إجابة وهي إجابة منطقية بشكل كبير هو إن كايدو بسبب كلمة لوفي اللي قاله هالو إن هو بيتفادى في الفصل اللي فات فهو في الوقت الحالي قرر إن هو ما يتفاداش قرر إن هو يخلي دماغه صغيرة عشان يواكب لوفي دي حاجة تمشي مع طبيعة كايدو المتفخر فيعني ماشي نتيجة كمان إن الضربة ديت هي من نوع جديد لسه لحد دلوقتي بتتقدم لنا مع إن كارل النقطة التقديمة الجديدة ديت النقطة التالتة وهنا ديت هو دا السؤال المهم هل التطور دا أسرع من اللازم؟ من كلام هيجرو عن طبيعة الريو المختلف اللي موجود عند لوفي نقدر ناخد الاختلاف دا كدلالة على الهاكي الملك اللي موجود عند لوفي وعلى دمجه دلوقتي في الضربات اللي هو بيستخدمها بالأخص كمان إن إحنا في ضربات ولحظات قبل كده شفنا لوفي كان بيستخدمها ومع إيجاد لوفي للسر دا داخل المعركة دي فهو ده مجمع بين الاثنين في الضربات دي ده مجمع بين الريو اللي تعالون هيجرو مع الهاكي الملكي بالنسبة الرأي بشكل عام بقى في السيناريو اللحظ لسه لحد دلوقتي مش مستصيغه بشكل كامل على الرغم إننا ممكن ندور على دلالات لبعض الحاجات اللي ظهرت في الوقت الحالي زي ما ولت وزي ما وضحت من شويته إلا إن بصراحة الأمر كان محتاج تلميحات أكتر من كده لسه برضو الأمر محتاج شرح لموازين العالم اللي موجودة لإني مش عايز كل شوية أرجع وفكر وأعصر دماغي وأعود أدور وافتح الكتاب عشان أعود أدور هو إمتى النوطة دي كان التلميح بتاعها موجود ده لأننا دلوقتي دخلنا المفروض على مستوى جديد من القوة وعلى تعقيدات أكتر من القوة فهي محتاجة لشرح أحسن محتاجة لشرح أوضح بالأخص زي ما قلت من الموضوع عمال يضرف في التمهيد اللي تقدمت لكيده لحد دلوقتي لحد دلوقتي الأمر مش منطقي سيكاتين تلاتة وأخيرا هل الكلام بتعلو فيه هنا ده هيخليه بعد كده ياخد على عينه أتوقع وأتمنى لأن بصراحة ما أحبش الغروب بتعلو فيه لما بيبرز بشوف بعدين هو هياخد على عينه بالأخص أن نحن دلوقتي نتكلم عن يونجو من المستحيل أن المعركة دي تتخلص بسرعة ولو قلصت بسرعة بودة بينخر في العمل بتاعه وبس ده كان كل اللي كان عندي في الفيديو النهاردة لايك شير سبسكريب شكرا على المشاهدة سلام